بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا البيت أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن ليس بينهم وبينه جل وعلا إلا عرشه وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه أما موضوع حديثنا الليلة فهو أشج والأشج ذو شجة في وجهه أشج بني أمية فما قصة هذه الشجة؟ ومن هذا الرجل الذي سنتكلم عنه الليلة؟ إنها صفحة من أعظم صفحات تاريخنا الإسلامي لو قرأتها تعجبت أهذا إنسان؟ أهذا بشر؟ أهذا يعيش في هذه الدنيا؟ أهو إنسان عادي أم أوحي إليه؟ من هذا الرجل الذي سنسمع قصته اليوم؟ ولنرجع قليلا إلى أيام عمر بن الخطاب ليست القصة لعمر ولكن نعود إلى أيام عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصدر أمراً ألا يخلط الماء باللبن ممنوع ألا يخلط أحد الماء باللبن وكان عمر يصدر مراسيم تحفظ حقوق الناس وتؤمن لهم السلع الضرورية ويمنع الغش في التجارة وعمر ولّى وتولى أمور المسلمين فأمن الناس فإذا به يعس بالليل بالليل كان يتجول يحفظ المسلمين وأعراضهم مع أنه أمير المؤمنين يمشي بالليل يحفظ الأمن يا الله هذا الخليفة بالليل يتجول يرعى الأمن وأحياناً تجد بعض المخافر بالليل مهجورة وأحياناً تتصل على بعض المسؤولين للأمن ما يأتونك إلا بعد زمن بعد ما انتهى كل شيء وعمر بنفسه يتجول فجأة يسمع صوت أم تخاطب ابنتها فإذا بالأم تقول لابنتها اخلطي وامذق الماء باللمن فقالت البنت تقول لأمها وهي من بني هلال من بنات قوم يسمون بنو هلال فالفتاة هلالية فإذا بها تقول لأمها يا أماه إن أمير المؤمنين منع أن يخلط الماء باللبن وطاعة ولي الأمر واجبة فقالت الأم لابنتها وما أدرى أمير المؤمنين عنا يا بني خلطي خلطي فيها فلوس دراهم فقالت البنت لأمها لأنها تقية لأنها تعبد الله قالت يا أماه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله يرانا إحنا ما نعبد أمير المؤمنين نعبد الله عز وجل بطاعته فإذا بالأم تسكت وإذا بعمر يضع علامة عند باب البيت عشان يدل في الصباح فجمع أبناءه في الصباح قال من منكم يا أبناء يريد الزواج فاضفر بذات الدين عمر رأى فتاة نادرا ما تجد مثلها اليوم حتى في الرجال قال من منكم يريد الزواج فقال ابنه عاصم عاصم ابن عمر بن الخطاب قال يا أبتي أنا أريد الزواج قال اخترت لك فتاة صالحة تقية فإذا به يذهب إلى الأم فيخطب ابنتها وزوجها لابنه فصارت الفتاة التقية الصالحة زوجة من؟ عاصم ابن عمر بن الخطاب احفظ الآن النسب أنجبت الفتاة من عاصم أنجبت فتاة سميت ليلى ليلى بنت من؟ بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب النسب شريف الآن من أمها اللي منعت سلطة الماء باللبل التقية؟ من أبوها؟ ابن عمر بن الخطاب ليلة تزوجها رجل من بني أميه اسمه عبد العزيز بن مروان بن الحكم والي مصر تزوج من؟ ليلة بنت عاصم فأنجبت له غلاماً اسمه عمر فهو عمر بن عبد العزيز أشج بني أميه ليش سمي أشج؟ يروى أن عمر بن الخطاب كان يحدث أصحابه يقول لهم من ولدي رجل راح يطع من ذريتي رجل في وجهه شجة يملأ الأرض عدلاً وقسطاً وفي بعض الروايات أن اسمه عمر عمر كان يبشر به وربما سمع عمر بن الخطاب هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفت الآن من أين خرج عمر بن عبد العزيز؟ خرج من ذرية من؟ من ذرية عمر بن الخطاب ولد في ثلاثة وستين أو واحد وستين هجرية قريبة في زمن التابعين رأى الصحابة فهو تابعي جليل ولد أين؟ في مصر لأن أباه كان والياً على مصر عبد العزيز فولد في منطقة تسمى حلوان في مصر فلما كان غلاماً صغيراً يوم من الأيام كان مع أبيه في الأصطبل فإذا به تركله فرس على وجهه فسقط على الأرض وشج وجهه فحمل الأب الغلام طفل الصغير ومسح الدم عن وجهه وهو يقول إن كنت يا بني أشج بني أمي فوالله إنك لسعيد إذا كنت أنت اللي بشر فيه عمر بن الخطاب فإنك والله لسعيد وكل الدلالات تدل على أنه هوه عش صغيراً في مصر ثم أرسله أبوه يتربى أين؟ في المدينة يا الله يتربى عمر بن عبد العزيز وهو صغير في مدينة رسول الله أراد أبوه أن يعيش مع الصالحين أن يعيش مع من بقي من الصحابة أن يعيش مع الفقهاء أن يعيش مع العباد ووكل عليه صالح بن كيسان من أجل التابعين عابد عالم فصار وكيلاً يربيه ويعلمه أين؟ في المدينة مدينة من؟ مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاش عمر بن عبد العزيز وهو صغير في المدينة فحفظ القرآن كلها ثم حفظ كثيراً من الأحاديث ثم تعلم الفقه في يوم من الأيام أمه كانت عنده فرأت ابنها الصغير يبكي فقالت له يا بني يا بني ما لك تبكي؟ شفيك فنظر الغلام إلى أمه وهو حافظ القرآن قال يا أماح تذكرت الموت طفل صغير طفل صغير يقول يا أماح تذكرت الموت فبكيت فبكت أمه والذين هم من عذاب ربهم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم إن عذاب ربهم غير مأمون يوم من الأيام صالح بن كيسان كان يربيه على الصلاة على العبادة على التقوى شبابنا اليوم أحياناً نحتاج إلى مربين لهم أحياناً الأب مشغول الأم مشغولة نحتاج إلى من يربيهم يعلمهم الصلاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر ورحم الله عمر كان غلاماً صالح بن كيسان صلى دور عليه شافه في الصفوف الخلفية صلى لكن متأخر ما صلى في الصف الأول وهو غلام شوف التربية فجاءه صالح قال ما الذي أخرك يا عمر قال مرجلتي كانت تسكن شعري وكان يعيش في عز صلاح لكنه عز ابن الوالي أسرة الحكم بني أمية إنهم الخلفاء إنهم الحكام كان يعيش في عز قال مرجلتي كانت تسكن شعري مشط شعري فأرسل صالح إلى أبيه والي مصر أن ابنك تأخر على صلاة مو فاتت الصلاة لا تأخر على صلاة لأنه كان شعره يرجل يمشط فأرسل أبوه من مصر رسولاً مبعوثاً قال اذهب إلى عمر فلا تكلمه حتى تحلق رأسه شعر هذا ما بيه شعر يؤخر طفل أو غلام عن صلاة الجماعة مو تفوت يتأخر بس هذا ما في خير الشعر فذهب الرسول ودخل على عمر فإذا بعمر ينظر من أنت أنا رسول أبيك فأخذه فحلق رأسه تربيه علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً مات أبوه وهو شاب فحزن عمر على أبيه أنا حاولت أن أجمع لك القصة مرتبة حتى تعيش أحداثها مات أبوه وهو صغير شاب فعاش عند من؟ عند عمه عبد الملك عبد الملك عم عمر بن عبد العزيز أخو عبد العزيز كان الخليفة فعاش عمر عنده زمناً وكانت الخلافة وين؟ في دمشق خلافة بني أمي أين كانت؟ في دمشق فعاش معهم فترة عمر بن عبد العزيز فإذا بعبد الملك يزوج عمر لابنته من ابنة الخليفة؟ فاطمة بنت عبد الملك الأسماء كثرت بس جميل الإنسان يحفظ تزوج عمر بن عبد العزيز بنت عم فاطمة بنت عبد الملك فكانت نعمة زوجة حتى قيل عن فاطمة أبوها خليفة جدها خليفة إخوانها خلفاء وزوجها رحص الخليفة قيل عن فاطمة بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخليفة والخليفة زوجها في وحدة في الدنيا مثلها ما فيه أبوها وجدها وإخوانها وزوجها كلهم خلفاء فاطمة بنت عبد الملك عاش عمر بن عبد العزيز معها فترة من الزمن حتى مات أبوها مات الخليفة بني أمي يولون قلباءهم ول الخلافة من ابن وليد بن عبد الملك أما في أهد الوليد انتشر الظلم وكان في زمنه الحجاج يقتل في الناس في العراق وكان كثير من الولاة فيهم ظلم ونهب بعض بني أمي أموال الناس وسلبوا أموالهم وملكهم وعمر بن عبد العزيز والله الوليد والياً على المدينة أراد أن يرجع للمدينة المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون علم عمر أن الحياة ما فيها خير أعيش في المدينة أحسن لي فصار والياً على المدينة فأصلح فيها ثم ولي على مكة وعلى الطائف وعلى الحجاز كلها وكان أفضل مكان يعيش فيه مسلم في ذلك الزمن في ولاية عمر بن عبد العزيز والي ما كان خليفة كان والياً فأرجع إلى الناس حقوقهم وعاش الناس في أمن حتى لما أراد الحجاج أن يحج أرسل عمر بن عبد العزيز إلى الوليد قال إذا أراد هذا الظالم أن يحج فلا تسمح له أن يدخل المدينة المدينة ما يدشها شوف الجرى عند عمر بن عبد العزيز رجل ظالم ما يدخل المدينة خلي يحج ويرجع فأرسل الوليد بن عبد الملك إلى الحجاج لا تدخلن مدينة رسول الله فإن فيها من لا يحبك فغضب الحجاج من هذا الذي يثير علي الخليفة فإذا به يوشي به عند الوليد بن عبد الملك حتى عزله الوليد عزل الوليد من؟ عمر بن عبد العزيز طلع من المدينة وهو يبكي قال مزاحم صاحبه لم تبكي يا عمر؟ ليش تبكي؟ قال أخشى أن تكون المدينة قد نفتنا لأن الحديث المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكيرو خبث الحديد قال أخشى أن تكون المدينة قد نفتنا لا يا عمر لا يا عمر إن الله عز وجل يهيئك لأمر عظيم توفي الوليد تولى الخلافة من؟ سليمان أخوه أما سليمان فكان أعدل من الوليد وكان أصلح من الوليد وقرب عمر بن عبد العزيز يوم من الأيام سليمان بن عبد الملك كان خارج مع عمر بن عبد العزيز فإذا به يسمع الرعد وينزل المطر فخاف سليمان رعد وصواعق وبرق فخاف سليمان فقال يا عمر أسمعت أرأيت فقال عمر بن عبد العزيز يا سليمان خفته في حال رحمته المطر رحمة خفته في حال رحمته كيف في حال غضبه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ما يدع فرصة إلا نصح الخليفة لأنه عمر بن عبد العزيز إلى الآن يهيئه الرب عز وجل لأمر للمسلمين إن الله يبعث على رأس كل مئة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها فإذا بيوم من الأيام في الحج عمر مع سليمان بن عبد الملك راحين الحج خليفة سليمان فإذا بسليمان يقول لعمر يا عمر قال نعم يا أمير المؤمنين قال ألا ترى أولئك الحجاج انظر ما أكثرهم ما شاء الله حجاج كثر هل قال لجزاك الله خير هل قال لهذه حسنة من حسناتك لا عمر ينصح عمر ما يجامل قال يا أمير المؤمنين هذه رعيتك وكلهم خصماؤك عند الله يوم القيامة كلهم يأخذون حق منك عند الله يوم القيامة فبكى سليمان وهو في الحج اقتربت وفات سليمان فسأل وزيرة عند وزير اسم رجاء ابن حيوة تابعين كبار هذين قال يا رجاء من تراني أولي بعدي ابني قال ابنك صغير قال ابني الآخر قال غائب يمكن ميت قال من أولي قال رجاء والله لا أرى خيرا من عمر بن عبد العزيز قال أتراه يقبل قال وله وليبايع الناس يعني غصبا عليه وعمر ما يدري فكتب اسمه في كتاب وختمه وقال نادي أبناء العمومة إصر الحاكمة فناداهم وقال لهم بايع لمن كتبت في الكتاب فإذا بهم يتكلمون لا لازم نعرف قال بايع وإلا فعلت وفعلت فبايع الناس وقبل وفاته ناد رجاء بن حيوة كل الأسر الحاكمة وما حد يدري من في الكتاب ويأتيه بعض إخوانه يقول أوضع اسمي أم لا فإن لم يكن وضع اسمي فأخبرني قبل أن يموت فيقول رجاء والله لا أخبر أحدا ما رح أقول هذا وعد بيني وبين الخليفة بيني وبين أمير المؤمنين والزمن زمن ظلم وجور فإذا به بعد وفاته يفتح رجاء بن حيوة الخطاب أمام الناس فإذا به يقرأ إني قد وليت بعدي عليكم عمر بن عبد العزيز فسمع الناس بكاء في المسجد نظر من الذي يبكي فإذا هو عمر بن عبد العزيز جالس في زاوية المسجد يبكي يقولون حتى سقط على الأرض يحتز من البكاء وهو يقول والله ما أردتها فلما انتهى الكتاب وبايع الناس أخذ وقام على الناس في المنبر وقال أيها الناس أيها الناس إني قد خلعت البيعة من عنقي البيعة أنت في حل منها فولوا عليكم من شئتم والناس كلهم موجدين الأسرة الحاكمة وغيرها قال فولوا علي من شئتم فقال الناس والله لا نقبل غيرك يا عمر والله لا نقبل غيرك يا عمر يعني بايع الناس بالإجباع وبالشورى بايع الناس عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز ولما طلع من المسجد اهتزت الأرض ورجفت الأرض فقال ما هذا قالوا إنها مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين الآن غير أنت مو عمر الأولي أنت عمر ثاني هذه مراكب الخلافة هذا الوفد الرسمي الحين فقال ماذا قالوا مراكب الخلافة فلما رآها قال أبعدوها عني أبعدوها عني قالوا ولم قال قربوا إلي بغلتي قربوا إلي بغلتي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أول يوم في الخلافة جمع أبناء العمومة بني أمية قال لهم يا ناس اسمعوني الحين أنا الآن أميركم ولي السمع والطاعة وبعضهم مراضي لكن خلاص انتهى الأمر قال فأرجعوا كل ما بأيديكم إلى بيت المال ماذا؟ كل الأموال وكل الأراضي وكل العقارات أرجعوها لبيت المال قالوا إنها ملكنا قال لا إنها أملاك المسلمين إنها لبيت المال ترجع فغضب الناس وماجى الناس فأخذهم بالقوة فلما رأى بعضهم لا يريد إرجاعها نادى في الناس بالطيب ما نفع فنادى بالناس وأرسل رسولا في الشام وفي المدن والأمصار من كان له حق عند أمير من الأمراء أو وال من الولاء أو رجل من بني أمية فليأتي وليأخذ حقه فجاء الناس وانتشر بين الناس أن عمر يرجع للناس حقوقهم يا عمر هذه أرضي يا عمر هذا بيتي يا عمر هذه أموالي ويرجع للناس أموالها بالقوة من بني عمومته بل جاء رجل كافر من أهل الذمح فقال يا عمر قال يا عمر إن لي من العباس ابن الوليد ابن الخليفة الراحل قال لي أرض اغتصبني إياها أخذ مني أرض قال أصحيح الأمر يا عباس قال لا فسأل عمر عن البينة فجاءت البينة فأرجع الأرض لأهل الكتاب من 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 أبناء عمومته يرجع الأراضي ويرجع الأملاك من الصباح إلى الظهر فلما تعب راح ينام فجاءه ابنه عبد الملك ابن عمر وعبد الملك ماته صغير يقولون في قصته عجبا أعجب من عمر نفسه عبد الملك جاء لي أبيه قال يا أبي ماذا تصنع قال يا ابني تعبت من الفجر للظهر أريد أن أرتاح قليلا قال يا أبتي وماذا تجيب ربك يوم القيامة ترتاح وأموال المسلمين إلى الآن ما رجعت يقول فقام من نومه وأكمل إرجاع الحقوق لأهلها جاء الرعاة من البلاد البعيدة ومن الصحاري جاءوا إلى الشام يسألون ما الذي حدث قالوا لماذا تسألون قال الرعاة أهل البادية أولي عليكم رجل صالح قالوا نعم وما أدراكم قالوا أمنا على شياهنا من الذئاب يقولون حصل شيء في الأرض أولي عليكم رجل عادل صالح قالوا نعم عمر قالوا أمنا على شياهنا من الذئاب أمر عجب أمر غريب فحتى الطيور تموت في أوكارها من ظلم الظالم الأرض تفسد من ظلم الظالمين وعدل العادل ينشر البركة والخير في الأرض جاءت من إحدى عماته تقول له يا عمر يا عمر اتق الله فيما تصنع إنهم أبناء عمك لقد جعلت الناس تتكلم عليهم قالوا ماذا تريدين يا عمة قالت أرجع إلى أبناء عمتك وأبناء عمومتك أموالهم خلاص أفلستهم جعلتهم مثل الناس فوضع دينار ذهب على الجمر فلما سخن صار أحمر قال ما رأيك أن يضع هذا على جلدي قالت وليما تصنع هذا قال أتخافين علي من هذا ولا تخافين علي من عذاب جهنم ارجع إليهم فقولي لن أعطي أحدا حقا لا يملكه ما في بعد اليوم راح زمن الظلم اليوم يوم العدل فخرجت عمته وهي تقول لأهلها وتقول لبني عمومته قالت أنتم المذنبون لماذا زوجتم أباه بنت عمر بن الخطاب هذا من أبناء عمر بن الخطاب هذا ما تستطيعون عليه أنتم اللي زوجته أبوه بنت عمر بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب فأنتم المسؤولون عن ما يحصل الآن جاءه بني عمومته وقد أفلسوا كل أموال رجعت لأصحابها بقي ماذا بقيت الرواتب رواتب بني أمية عالية قالوا رواتبنا تمشي قال لهم لا والله ليس لكم حتى حق في الرواتب قالوا ولما قال حالكم كحال الناس من يعمل يعطى مثل غيره من الناس ما في شيء اسم أنا والدفلان أخذ راتب أكثر من غيري ما في عند عمر بن عبد العزيز إنها العدالة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به قالوا له يا عمر الآن بيتك تغير قالوا ماذا تغير قال تسكن قصر الخلافة قصر الخلافة خاص مثل البيت الأبيض قصر الخلافة قالوا قال لهم ولما قالوا لأنك الآن أمير المؤمنين تستقبل الناس قال لا والله وكان أملك بيتا قديما مثل الكوخ فذهب إلى زوجته من فاطمة وكان عندها ملك فاطمة بنت عبد البلك بنت الخليفة عندها ذهب وفضة وثياب فذهب إليها فقال لها يا فاطمة أخيرك بين أمرين أحن زوجته خلص من أبناء عمّة بقزوجته قال أخيرك بين أمرين قالت بما قال إن كنت تريدين الذهب والمال والفضة والثياب فتركيني أسرحك سراحا جميلا وإن كنت تريدين عمر فأرجع كل هذا لبيت المال قالت إنه ملكي أعطاني إياه أبي قال ومن قال أن أباك يملك هذا حتى أبوك ما يملك أصلا فإذا بفاطمة تختار من تختار عمر فأرجعت كل ما تملك إلى بيت المال ولم تبق لنفسها إلا ثوبا لا يسوى إلا أربعة دراهم إنها زوجة عمر فاطمة إنهم أبناء عمر الصغار إنهم بنات عمر الأطفال كيف ينام عمر بن عبد العزيز كيف يعيش عمر كيف يأكل عمر بعد الخلافة شوفوا شون تغير كان لا يأكل إلا العدس طعام كل يوم عدس غداء عدس عشاء عدس اسألكم بالله لو يومين لو يومين يتسوون عدس في البيت ترضون لو غداء عشاء بيوم واحد والله ما نرضى بل لو كان الغد بس عدس منه فينا يرضى هذه مقبلات بس لكن ما أحد يأكل العدس لكن أمير المؤمنين طعامه كل يوم عدس حتى حتى تضايق من خادم عنده تضايق من الأكل الخادم من فجاء لمولاته فاطمة قال لها يا مولاتي لقد مللت فقالت له مما مللت قال من الطعام ما تعطوني كل يوم إلا عدس تقول الله في أنفسكم كل يوم تعطوني عدس قالت له يا فلان اتق الله هذا طعام مولاك أمير المؤمنين هذا طعام الخليفة ليكل إلا عدسا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك خير وأبقى يوم من الأيام عنده خادم وكان يسحب البرذون يسحب البرذون مركبة ما عنده مراكب مثل الناس يسحب وكان عنيد وتعب الخادم فعمر يسأل الخادم يقول له شلون الناس ما أحوال الرعية أخبرني عن أحوال الناس فقال الخادم والله يا أمير المؤمنين كل الناس في راحة إلا أنا وأنت هذا البرذون المسكين ما في أحد تعبان في الأمة إلا حنا ثلاثة والناس مرتاحة عيش الناس حيات الرغد حيات النعيم كان كلما جاءته زكاة وزعها ما يخلي الزكاة كان يوزع الزكاة على الناس فيخلفه الله حتى أنه قيل كان ينفق كل بيت المال في الفقراء والمساكين ثم يغسل بيت المال ويصلي فيه ركعتين شكرا لله عز وجل هكذا كان عمر قالوا له يا عمر يا عمر ليس في البلاد فقير ما في فقير ما كان عندهم شيء وما في فقير إحنا اليوم مئات المليارات والفقراء مليانين شيء عجيب قال سددوا عن الناس ديونهم فسددوا الديون ما احتاجوا مشروع مجلس أمة سددوا الديون بعد أن سددوا الديون قالوا خلص الديون راحت ولا يجدوا أحد من الناس يقبل المال ما في أحد يقبل والمال زايد للحين قال أعطوا لكل محتاج مقعد أو أعمى احتياجات الخاصة شوف أعطوه خادما ووفروا له راتبا من بيت المال خادم لكل محتاج ووفروا قالوا فاضت الأموال نعطي من قال نادوا في الناس من كان يحتاج زواجا زوجوه زوجوا الناس قالوا فاض المال قال قال أثثوا كل من يحتاج تأثيثا في بيته وفاض المال في عهد عمر وفي يوم من الأيام دخل بيته قال لزوجته فاطمة يا فاطمة أعندك درهم قالت لا راتبة راتب عمر كل يوم درهمين هو زوجته وعياله راتبة درهمين بس ولا شي يعني درهم مو مثل الدينار درهم ولا شي راتبة درهمين يوم من الأيام دخل البيت عند فاطمة قال يا فاطمة عندك درهم فتشت في البيت فما وجدت قالت لا ولم تحتاج الدرهم قال لنظرت في السوق فرأيت عنبا فاشتهيته اشتهيت عنب فأردت أن أشتري عنبا بدرهم فبكت فاطمة قالت أنت أمير المؤمنين ولا تملك درهما تشتري عنبا قال هذا أهون من معالجة الأغلال يوم القيامة خلينا ما لاك العنب خلينا ما نحصل درهم ولا نعالج للأغلال يوم القيامة يقول أحد ضيوفه كنت عنده يوم من الأيام ترى القصص خيالية صح لكن عمر عمر صفحة مشرقة في تاريخ المسلمين عمر مهما قرأت لك من قصص فحاله أكبر وأعظم وما نقل إلينا من حياته قليل يقول أحد الضيوف عنده كنت جالسا معه وعند الخادم جالس يقول ونحن نسمر بالليل فإذا بالسراج ينطفئ ضعف السراج السراج بزيت فقلت له قام عمر يبي يحط الزيت في السراج قلت له أوقظ الخادم الخادم نام قال لا 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 دعه ينام خليه يرتاح شو شون عامل الخدم قال دعه ينام نام في مجلسه خليه ينام ارتاح قال أقوم فأصلح السراج عنك أنا أنا سوي أنت أمير المؤمن نجلس أنت الخليفة قال بئس الرجل من يخدمه ضيفه تضيف عندي وانت تخدمني يقول فنظرت إليه قام وأصلح السراج وخادم نايم وأصلح السراج ووضع الزيت وأشعل السراج ثم جلس فابتسم فقال لضيفه قمت وأنا عمر بن عبد العزيز وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز صار ما صار شيء وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون نحن نحن اليوم مو خليفة مو أمير مؤمنين إنسان عادي عند خدم حتى ما لخوق يصبح نفسك لا أصمي يعلم عياله الكبر ويعلم عياله الترف ويعلم عياله التعالي على الناس سمعتوا عن أطفال يضربون خادمهم أمام الأب والأم ويطالعونهم بئسة التربية هي بئسة الأخلاق من يعلم أولاده أن يضربوا الخادمة والخادمة من يكون قدوة سيئة وعمر بنفسه ما يوقف خادمة لأنه نام عندنا بيوت ما يرحمون الخدم في عز الشتاء سعى خمس الفجر يغصب أن يقوم يغسل السيارة بالماء البارد والمسكين يموت من البرد ولا يبالي يمكن عزبة تحت الفراش وبردان والمسكين الخادم ما يرحمه والراحمون يرحمهم والرحمن كان كل ليلة يجتمع بالفقهاء كل ليلة من أصحاب الفقهاء العلماء الوعاظ فيذكرون الموت فيبكي ويبكون معه كل ليلة عمر بن عبد العزيز بعد الخلافة صار ضعيف دق جسمه نحل وجه تغير حتى رأاه من صاحبه اللي افتقد منذ سنوات صاحبه محمد بن كعب جاء لعمر بن عبد العزيز يوما فقال يا أمير المؤمنين والله لما رأيتك ما عرفتك أنت عمر قال ولما قال أين كنت وكيف صرت نحل جسمك وبلي شعرك وحصل وحصل لك ما حصل حتى لونك تغير فنظر إليه عمر وهو يقول يا محمد إنك لأشد عجبا من أمري لو رأيتني بعد ثلاث أيام في قبري شلون لو شفتني بعد الموت بثلاث أيام قال ستراني وقد وقعت عيناي على وجنتي وسكن الدود في من خري ثم أخذ يصف جسمه وجلس يبكي وبكى معه صاحبه لأنه يتذكر ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صلى بالناس صلاة وبعد الصلاة خرج مع أصحابه راجع للبيت في الطريق قال لأصحابه اسبقوني قال ولم يا أمير المؤمنين قال اسبقوني مر على المقبرة فأوقف بغلته ودخل المقبرة فأخذ ينادي في الناس في الأموات أيها الموت ماذا فعلت بالناس ماذا صنعت بالأحبة أيها الموت يكلم القبور ثم خر على ركبتيه وهو يبكي ويقول أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر تروح وتغدو بنات الثرى وتمحو محاسنة تلك الصور فجلس يبكي وهو عند القبور هذا عمر أبناء عمّة أبناء عمّة من له الحياة فأرسلوا من؟ عبد الملك ولده قالوا له يا عبد الملك اذهب إلى أبيك وقل له يرأف بأحوالنا احنا كنا في عز شو يصطر فينا اليوم اذهب إلى أبيك وقله يرجع علينا أموالنا وثرواتنا ويعيشنا بالعز اللي كنا فيه فذهب الإبن إلى أبيه فقال عمر لابنه عبد الملك اذهب إليهم فقل لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ليلة من الليالي صلى بالليل فبكى من شدة البكاء زوجة بكت فاطمة من كثرة بكائهما عيالهم بكوا ما يدرون ليش البكاء جعل كل البيت يبكون سمع الصوت من؟ الجيران وفي الصباح سألوه قالوا له يا عمر ما الذي جعلك تبكي أهلك في الليل؟ ليش؟ قال مررت عند آية في القرآن أي آية فريق في الجنة وفريق في السعير يقول فتوقفت ما أدري في أي الفريقين سأكون يخاف أن سيكون في فريقي النار وحن الواحد فينا نسأل الله العافية ربما تساهل في أمر دينه وضمن الفردوس الأعلى عمر بن عبد العزيز يوم من الأيام جاءه أحد الولاد والي يرعى شؤون الرعية جاءه أحد الولاد فجلس عنده شوف القصص العجيبة نحن اليوم تتعجب تشوف اللي ما خلس سيارة الوزارة يستغلها في أشغالها الخاصة وأمانة تعطى إليه في الوزارة يفسفسها حلال يا شيخ كل الناس تبوق راد علي أنا وتلقى أسهل ما عنده يأخذ أموال الدولة فينفقها في أغراضي الخاصة أغلب الموظفين شذي اليوم وعند الناس حلال شوف الخليفة يسوا جاءه والي من الولاد في الليل أول ما دخل على عمر أشعل السراج فبدأ عمر بن عبد العزيز يسأله ماذا فعلتم والفقراء أين الخراج ماذا صنعتم حاسبة فلما انتهى من حسابه قال الوالي لما شاف عمر عايش بفقر وبعد عن الدنيا قال يا أمير المؤمنين إني الآن سائلك قال عما تسألني قال أسألك عن نفسك وعن حياتك وعن أسرتك وعن بيتك قال انتظر فقام عمر فأطفأ السراج طف الليت فأظلمت الغرفة وجلس قال أسألني قال لما أطفأت السراجة يا أمير المؤمنين ليش قال هذا الزيت من بيت المال أسألك عن شؤون المسلمين يحق لي أن أشعله لكن تسألني عن أمري وشأني لا يحق لي أن أشعله هذه القاعدة لو طبقت اليوم تنوفرنا عشر أضعاف الميزانية يمكن عشر الميزانية تكفي للدولة لكن للأسف صار الناس لا يبالون إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حتى العيالة ليس فقط أبناء عمّة لأعيالة يوم من الأيام جاء تفاح تفاح خراج جايهم يبي يوزع الفيء هذا يبي يوزع على المسلمين بالتساوي أول ما جابوا إليه التفاح يبي ينادي الناس عشان يوزعه جاء واحد من أعياله صغير غلام صغير ركض اشتهت تفاح من زمان ما أكل تفاح ركض الطفل واخذ لها تفاحة وشافها عمر ولد الخليفة وضع التفاحة بحلجة فما فركض إليه عمر بن عبد العزيز ونزع التفاحة من فمه فبكى الغلام وذهب إلى أمه للحين ما وزعنا ما يحق لك أن تأكل تفاحة من الآلاف ما يجوز فلما وزع الفيء على المسلمين رجع إلى البيت فقالت فاطمة لقد أبكيت الغلام يا عمر أبكيت ابنك على تفاح قال والله يا فاطمة فكأني وأنا أنزع التفاح أنزع قلبي من جوفي لكنه أهون علي من معالجة النار يوم القيامة ترى هذا خلط الله التفاح اليوم ولا يوم القيامة أعاني أعاني قبل أن يأتي يوم لا ينفع الندم تأتيه امرأة من بعيد من بعيد امرأة تأتي تريد عطاء محتاج فلوس فلما قيلت سألت أين أمير المؤمنين يقولون في أمير المؤمنين وزع فلوس قالوا هذا هو أين بيته دلت على بيته فلما ذهبت فلما ذهبت إليه ودخلت على بيته خرجت ولم تسأل قالوا لها أعطاك شيئا قالت لا قالوا لها ولما قالت ما سألته قالوا ولما قالت نظرت إلى حاله فاستحيت من نفسي إذا هذه حياته شلون حنا نسأل إذا هذا أمير المؤمنين يعيش هذه الحياة فلاحق لي أن أسأل شيئا من أموال المسلمين أحد ولاته أحد ولاته يأتي ويشتكي يا أمير المؤمنين مللنا طول السهر فذكره عمر بسهر أهل النار فبكر رجل سهر أهل النار في النار لا ينامون أهل النار في النار لا يرتاحون لله درك يا عمر لله درك يا عمر الشمس أنت أم القمر أقصوصة يا طيبها توحي بأنواع الفكر له ثوب بأربعة دراهم لا يملك غيره يوم من الأيام دخل قريب له فرأه الثوب رداء وإزار تحت هذا ثوب العرب إزار تحت مثل الإحرام ورداء فوق دخل عليه أحد أقربائه فوجده ملتحفا بإزاره ما عند الرداء قال له أين رداءك يا أمير المؤمنين قال إنه يغسل قال ولمن نزعته قال والله ما عندي غيره لا يملك إلا ثوبا واحدا وهو أمير المؤمنين ابنته بكت قال لما تبكين يا بنيا قال تقطع ثوبي وبلي ثوبي راح اخترب اشتر لي يا أبي ثوبا آخر ما اشترى لها قال يا مزاحم قال نعم يا عمر نعم يا أمير المؤمنين قال له أين الفرش كان عندنا فراش قطعناه أين الفرش التي فتقناها فراش اللي قطعناه وينه قال موجود قال اأتي به واصنع به ثوبا لابنتي هذا ثوبت ما نملك غيره عيش هذه الحياة فإن ورانا حساب عسير يا أبو نيح رجاء ابن حيوة وزيرة يقول أذكر لعمر موقفين كلما ذكرتهما بكيت قالوا ما هو قال موقف في المدينة وهو والي في الأيام العز قبل الخلافة قال لي وهو والي في المدينة أيام الشباب يا رجاء اشتر لي ثوبا يقول رحت شريت لثوب فسألني بكم هذا الثوب قلت له بخمسمائة درهم قال بخمسمائة درهم قلت نعم قال عمر إنه لثوب حسن لو لا أنه رخيص شنو خمسمائة ولا شيء يقول فلما تولى الخلافة أراد ثوبا فقال لي اذهب واشتري لي ثوبا يقول فاشتريت له ثوبا بخمس درهم فجئت به قال لي ما هذا الثوب قلت لك قال بكم قال بخمسة درهم قال إنه لثوب حسن لو لا أنه غالي الخمسة صارت غالية والخمسمائة كانت رخيصة تدري ليش لأن في قلبه وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قرى آية فبكى فرجع للبيت يبكي قال ابنه يا أبتي لم تبكي كل هذا البكاء قال يا ابني ود أبوك أنه لو لم يعرف هذه الدنيا ابوك تمنى أنه ما خلق ود أبوك وخشي أبوك أن يكون من أهل النار شنو الآية اللي قراها وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا في عهده جاءت امرأة عراقية تزور زوجت فاطمة فرأت واحد يصب الماء في البيت يسمونها شنو السقة تعرفون السقة في اللغة العربية ليسقيهم الماء صب لهم الماء في البيت خادم أجير يصب الماء ويروح فدخلت العراقية على زوجة أمير المؤمنين فاطمة فرأت السقة عادي ينظر لفاطمة فقالت لها يا فاطمة ما باله هذا السقة ينظر إليك قالت ليس بسقة إنه أمير المؤمنين إنه الخليفة يمراح محّد يراح فيظن ظنا أنه الخليفة دخل في المسجد ليلة والناس نيام في المسجد وهو الذي وسع المسجد النبوي دخل في أحد المساجد يوما فإذا به بالليل وكان أصحاب معه يمشي في المسجد فوطأ رجل رجل عن غير قصد داس على رجلة فقام الرجل وما يدرن الخليفة قام الرجل فقال له أمجنون أنت فتضايق الناس فرد عمر قال لا لست مجنونا وأكمل قالوا يقول لك مجنون قال نعم فأجبته لست مجنونا ليس دعل آنين سأل لي أنت مجنون وقلت له لا ما أنا مجنون هذا هو الخليفة يقول له رجل نكرة بين الناس أمجنون أنت فيرد عليه لا لست بمجنون ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أهو وزوجته صار في جدارهم شق فجلس يصلح للجدار بالطين يمر عليه الناس يتعجبون عمر بن عبد العزيز يصلح جداره بالطين يا من ترفع بالدنيا وزينتها يقول الشعر يا من ترفع بالدنيا وزينتها ليست ترفع رفع الطين بالطين إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين وذاك الذي عظمت في الناس همته وذاك يصلح للدنيا وللدين من؟ إنه عمر بن عبد العزيز جاءه يوم من الأيام النصارى اللي في الشام قالوا لي يا عمر أجدادك وأبائك خذوا أرض كانت للكنيسة خذوها وبنوا عليها مسجدا وأرض لنا كنيسة فجمع عمر أهل الرأي والمشورة فقال لهم هل الخبر صحيح؟ قالوا نعم الأرض كانت لكنيسة والنبي أمر في الحروب ألا تهدم لا المعابد ولا الصوامع قال أصحيحهم الخبر؟ قالوا نعم قال إذن أبنوا المسجد في مكان آخر وأرجع لهم كنيستهم قالوا ماذا تقول؟ فجاء الفقهاء يا عمر إنه مسجد قال لكن الأرض لهم فجمع الناس أهل الرأي والخير قالوا يا عمر يحاولون فيه فلما رأوا أن لا فائدة من عمر ذهبوا إلى من إلى النصارى نفسهم فأغروهم بأرض أخرى خلوا المسجد فلما رضوا ذهبوا إلى عمر وتنازلوا عن الأرض فرضي لهم عمر ما كان يرضى لظلم ولو لغير المسلمين إنه العدل إذا انتشر في الأرض وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى جَهَنَّمَ قَدْ ظَهَرَتْ بَرَزَتْ فَخَافَ يا عمر وأغمي عليه وهي تقول رأيتك نجوت يا أمير المؤمنين وهو مغمى عليه رأيتك ما كملت رأيتك قد نجوت يا أمير المؤمنين وهو مغمى عليه لم يستطع إكمال الرؤيا أما قصة وفاته فعجب عجاب ندعو قصة وفاته لما بعد الأذان إلى الإقامة لأنها صفحة عظيمة في تاريخ المسلمين نقف دقائق فقط للأذان بعد سنتين وخمس شهور وخمس أيام من الخلافة كان عمر على موعد مع مؤامرة من أحد أبناء عمومته ما تركوه الرجل العادل أعداءه كثر لكنه يعيش لله ويموت لله فليبالي بما يحصل له يزيد بن عبد الملك أحد أبناء عمومته أرسل غلاما يدس السم في شراب لعمر سم فإذا بعمر لما شرب الشراب أحس وكان عمر دائما يردد أبياتا من الشعر نهارك نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردالك لازم يسر كما يفنى وتفرح بالمنا كما سر باللذات في النوم حالم وتكدح فيما سواء تكره عبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم كمستعد أحس بالسم قال مولاه كأنك قد سحرت يا أمير المؤمنين وجهك الوجه المسحور قال لا والله ليس بي سحر إنما هو السم وأعرف من دسه نادي الغلام عرف الغلام فجلس الغلام عند أمير المؤمنين قال له من أمرك بهذا قال يزيد ابن عبد الملك قال وبما ش راح يعطيك قال أعطاني ألف دينار ثم يعتقني قال أين الألف أخرجها فقال عمر لصاحبه لوزيره ضع الألف في بيت المال ثم قال للغلام الذي دس السم قال اذهب قبل أن أموت ولا يراك أحد من الناس أهرب ولا يراك أحد يقول هذا لمن لقاتله أي قلب هذا وأن تعفو أقرب للتقوى يعفو عم من قتله اليوم الواحد يمكن تكلم على إنسان ما ينسون يتذكر سنوات طويلة وعمر إنه سلفنا يعفو عم من عم من قتل الخليفة عم من قتل أمير المؤمنين ثم إذا به يمرض ويشتد السم في جسمه وإذا به تقرب وفاته فيتيه أحد وأصحابه يقول له يا أمير المؤمنين لقد حسبنا ما تملك كل ثروتك فوجدناها سبعة عشر دينار يمكن أقل واحد في الأمة عنده أكثر منا كل ثروتك سبعة عشر دينار وعندك أحد عشر ابنا فهل لا تركت لهم شيئا قال إن كانوا صالحين فالله عز وجل يتولى الصالحين إن ولي الله من ولي الله عز وجل من الذي يتولى الصالحين قالوا اجعل لهم شيئا قال لا والله سبعة عشر دينار خمس دنانير اشتروا فيها كفلا ما عنده ودينارين اشتروا قطعة أرض يدفن فيها قبر وبقيت عشر دنانير وزعوها فصار لكل ابن من أبنائه سبعة عشرة درهم درهم أقل من دينار سبعة عشر درهم نصيب كل ولد من أولاده هشام بن عبد الملك لما توفي كان نصيب كل ولد من أولاده ألف ألف مليون دينار وعمر نصيب كل واحد من أولاده سبعة عشر درهم مرت الأيام فرؤية أحد أبناء هشام بن عبد الملك يتسول الناس ورؤية أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمئة فرس الله عز وجل يحفظ أبناء الرجل الصالح اشتدت الوفاة اشتد المرض جاء من صهره أخ فاطمة دخل على عمر والناس تجي تسلم عليه فرأى ثوبه يعني قديم يعني ملوث قال لفاطمة ألبسيه ثوبا آخر فإن الناس يدخلون عليه الناس يتسلم عليه تودع ألبسيه ثوبا آخر فقالت فاطمة والله إن أمير المؤمنين لا يملك ثوبا غيره ما عند الله ثوب في سنة مئة وواحد للهجرة وعمره تسعة وثلاثين سنة ما حكم إلا سنتين وخمس شهور انظر ماذا صنع بالأرض كلها في ذلك اليوم وهو عمره تسعة وثلاثين سنة في مدينة تسمى حمص في سوريا جاءت منية من عمر بن عبد العزيز فإذا به يشخص بصره فقالت فاطمة وأخوها قالوا لي عمر تنظر لمن شفيك يا عمر قال أنظر وجوها ليست وجوها إنس ولا جن شاف الملائكة قال أرى وجوها ليست وجوها إنس ولا جن مرحبا بهذه الوجوه ثم قال لمن حوله اخرجوا طلعوا أنا الملائكة جاءتني خلاص يقولون فخرجنا من غرفته واستمعنا إيش يقول فإذا به يقول مرحبا بهذه الوجوه مرحبا بهذه الوجوه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه قال مرحبا بهذه الوجوه ثم قرأ قول الله تلك الدار الآخرة الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا لغير المتكبرين نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ثم لفظ الشهادتين وقبض الله عز وجل روحه إنها النفس الطيبة فلما سمعت الأرض بكى الأيتام بكت الأرامل علموا أنهم لن يروا قبل عمر ولا بعد عمر رجلا مثل عمر بكى الناس كأنهم ثكلا كأنه أبوهم بكت النساء كأنهن ترمل بكى الأطفال عندهم آباء لكن كأنهم يتموا بل وصل الخبر إلى من إلى ملك الروم قال الرجل نصراني قال مات اليوم والله ملك عادل مات اليوم والله ملك عادل ليس لعجله مثيل في الأرض كلها نصراني يقول ثم قال مات الرجل الصالح إني إلا أحسب أنه لو كان أحد يحيي الموت بعد عيسى لأحياه عمر قال أحمد بن حنبل ليس في التابعين رجل قوله حجة إلا عمر بن عبد العزيز وقال قيس بن جبير مثل عمر في بني أمية مثل مؤمن آل فرعون إنه الرجل الصالح فارق هذه الدنيا تاريخ عظيم كيف تربى وهو صغير حفظ القرآن علم على الصلاة تربى على الدين كان يلزم نفسه قبل الناس ويحكم بالعدل مع جميع الناس حافظ على أموال شعبه عاش فقيرا مسكينا لكنه إلى اليوم يذكر إنه عمر الذي ما أنذكر إلا وترحم الناس عليه هل رأيتم قصة مثل قصته أو سيرة خالدة مثل سيرته لم يولد في زمانه مثل عمر لم يمت في زمانه مثل عمر إنه عمر ابن عبد العزيز يقول أنس خادم النبي صليت وراءه صلاة فما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله من صلاة عمر ابن عبد العزيز أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بعمر بن عبد العزيز في جنات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين ترجمة نانسي قنقر